السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 2 الصف الثاني الابتدائي term 1 الترم الاول وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى page 49 او صفحة 49 والنهاردة هنبتدي نشرح page 50 او صفحة 50 ولسن 8 الدرس الثامن في شابتر 2 الفصل الثاني taking care of me taking care of me او اخذ العناية مني وعنوان الpage هنا بيقول vegetables from my garden vegetables الخضروات from men my garden الحديقة بتاعتي vegetables from my garden الخضروات من الحديقة الخاصة بي من الحديقة بتاعتي ومكتوب هنا follow اتبع along as جنبا الى جنب the teacher reads المعلم وهو يقرأ يعني انت انا هقرأ العبارة وانتو هتقولوا بعد كده ورايا follow along as the teacher reads ومكتوب هنا we have a small vegetable garden we have نحن نملك نحن لدينا a small vegetable garden حديقة خضروات صغيرة small يعني صغير وvegetable garden يعني حديقة خضروات احنا بنزرع فيها بعض الخضروات on the roof of our apartment building on the roof على السطح of our apartment building الخاص بالمبنى السكني اللي احنا عايشين فيه يعني عندهم garden صغيرة او small garden على السطح العمارة او المبنى السكني اللي هم عايشين فيه مرة تانية we have a small vegetable garden on the roof of our apartment building today today يعني اليوم النهاردة i helped انا ساعة grand ma grand ma جدتي الجدة pick في قطف vegetables الخضروات for dinner for dinner للعشاء طلعت هي وجدتها علشان يؤطفوا بعض الخضروات من ال small garden دي علشان العشاء بتاعهم مرة كمان today i helped grand ma pick vegetables for dinner وبعد كده نور بتقول لنا we picked spinach and egg plant spinach اللي هي السبانخ we plant اللي هو الباذنجان فهي قطفت هي وجدتها spinach spinach اللي هي السبانخ و egg plant egg plant اللي هو الباذنجان مرة كمان we picked spinach and eggplant it was hard it was hard work كان عملا صعبا picking all of the spinach leaves picking يعني قطف all of the spinach leaves كل أوراق السبانخ كان عمل صعب بالنسبة لهم إن هما يؤطفوا كل أوراق السبانخ it was hard work picking all of the spinach leaves the eggplant was prickly prickly يعني مليء بالشوك يعني شائك اللي egg plant أو نبات الباذنجان بيبقى فيه شوق كتير موجود في النبات بتاعه فهي بتقول لنا it was prickly it was prickly يعني كان مليء بالشوك it was hard it was hard to cut كان من الصعب أن نقطع the egg plant of the stem الباذنجان من الصعب بتاعته it was hard to cut the egg plant of the stem وبتقول لنا كمان صدقتنا نور بعدما هما أطفوا the egg plant والسپينيش نزلوا طبعا ودخلوا the apartment بتاعتهم فبتقول لنا عملوا ايه بعد كده وبتحكي لنا وبتقول when عندما we came inside we came inside احنا دخلنا إلى الداخل we had to clean the vegetables we had to كان يجب علينا clean the vegetables أن ننظف الخضروات مرة كمان when we came inside we had to clean the vegetables the sink the sink اللي هو الحود اللي هو الحود اللي موجود في المطبخ was full of dishes was full of dishes يعني كان مليء بالأطباء the sink was full of dishes it was hard to find space to clean the vegetables to clean the vegetables it was hard to إنه كان من الصاب find space نجد مساحة نجد مكان to clean the vegetables إن نحنا نضف فيها الخضروات دي it was hard to find space to clean the vegetables plus plus يعني إلى جانب أضف إلى هذا grand ma grand ma الجدة did not want me to use the towel لم ترد مني أن أستخدم المنشفة we use for the dishes اللي إحنا بننشف فيها الأطباء بيبقى فيه طبعا في الكاتشن أو في المطبخ towel towel أو منشفة اللي بيخسل طبق بعد كده بينشفوا بيها علشان خاطر ما يبقاش فيه مياه فهي جدتها لتلاها ما تستخدميش towel دي أو المنشفة دي وإنتي بتنضف في الخضروات فبتقول مرة تانية plus أضف إلى ذلك grand ma did not want me grand ma did not want me to use the towel we use for the dishes collecting healthy food collecting يعني تجميع healthy food الطعام الصحي for dinner للعشاء was hard work was hard work كان عملا صعبا مرة تانية collecting healthy food for dinner was hard work وبكده نكون عرفنا نور والgrand ma بتاعتها أو جدتها كانوا بيعملوا ايه وعملوا ايه للعشاء بتاعهم وجمعوا ازاي healthy food او طعام صحي علشان يكلوه وتبقى صحتهم احسن ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 51 او صفحة 51 وعنوانها my groups first plan my groups first plan الخطة الاولى للمجموعة بتاعتنا وطبعا هنا اصحابي المفروض ان انتو في ال classroom او في حجرة الفاصل يعني هتتقسموا لgroups او لمجموعات كل group منكم هتعمل plan او خطة الplan دي هتوضح فيها product product او منتج ممكن يكون طول مثلا او حاجة معينة بتساعد مثلا في تنظيف الفيجيتابلز او الخضروات او في ان احنا نعمل لها collecting و picking او ان احنا نقطفها بيها ونجمعها بيها المهم ان ال product دي او التول دي تكون useful او تكون مفيدة في الموضوع الخاص بالفيجيتابلز او الخضروات وان احنا نعمل بيها cleaning او ان احنا نعمل بيها collecting زي ما قلنا فكل group منكم هتبقى ليه ال plan بتاعته او الخطة بتاعته وبعدين بعد ما تفكروا في ال product دا او في المنتج دا انتو هترسمولو صورة هنا كل واحدة يرسم صورة ال product دا او المنتج دا هنا هوت وبالتالي نكون حددنا ال first plan بتاعتنا او الخطة الاولى بتاعتنا مرة تانية my group's first plan وبيقول لنا هنا draw orsim your group's first plan فانتو هترسموا هنا صورة ال product او المنتج اللي انتو هتعملوه انتو والمجموعة بتاعتكو زي ما قلنا من شوية ونتنيل ال page اللي بعد كده خليكم معي ونوصل ل page 52 او صفحة 52 وعنوانها planning a commercial planning يعني تخطيط a commercial commercial يعني اعلان تجاري المفروض بعد ما احنا عملنا ال product بتاعنا في first plan او في الخطة الاولى بتاعتنا عايزين نعملو commercial او اعلان تجاري بحيث ان احنا نبيعه بقى او نكسب فلوس كتير فهنا بيقول لنا ازاي تعملوه commercial او اعلان تجاري توضحوا فيه المزايا بتاعته والناس تشتريه منكو وتكسبوا فلوس فبيقول لنا هنا complete complete يعني اكمل the statements the statements العبارات to plan to plan لتخطط your commercial your commercial يعني اعلانك التجاري مرة ثانية complete the statements to plan your commercial اكمل العبارات لتخطط اعلانك التجاري ومدينا هنا مجموعة frames او مربعات كل مربع فيهم مكتوب فيه سؤال بيساعدك ان انت تعمل planning او تخطيط للكوميرشال بتاعك او للاعلان التجاري بتاعك فاول frame هنا مكتوب في what does your product do what does your product do ما الذي يفعله المنتج بتاعك فخلينا نفترضي اصحابي ان احنا نعمل brush او فورشة نلظف بيها ال vegetables او الخضروات فلو قلنا ان احنا نعمل product بتاعنا brush يبقى هي بتعمل ايه بتعمل cleaning the vegetables بتعمل تنظيف للخضروات يبقى هنا لما يقول لنا what does your product do هنقول هنا cleaning the vegetables او بتنظف الخضروات what vegetable بيقول لنا هنا what vegetable does it collect or clean ما الذي تفعله الخضروات بتنظفها او بتعملها تجميع هنكتب طبعا هنا clean لان هي زي ما قلنا بتعملها cleaning فهنكتب هنا clean بيقول لنا هنا how much does it cost how much does it cost كم تكلف سعرها كم فهنقول هنا مثلا 10 pounds او 10 بنيه في الفريم الرابع بيقول لنا who would want to buy it who would want to buy it مين اللي ممكن يشتريها مين اللي ممكن يرغب في شراء التول بتاعكو دي او product بتاعكو ده فهنقول مثلا everyone كل واحد لان كل الناس عايزة تاكل vegetables نظيفة او خضروات نظيفة فبالتالي كل الناس هيحتاجوا ان هما يشتروا product بتاعنا او المنتج بتاعنا ده لانه يساعدهم ان هما ياكلوا healthy food و very clean vegetables او خضروات نظيفة جدا فهنكتب هنا everyone طب في الفريم اللي بعد كده بيقول لنا why is your product the best ليه المنتج بتاعك هو افضل منتج the best اللي هو الافضل هنقول مثلا because it has low price it has low price لانه سعره رخيص and high quality وجودة عالية ممكن نقول كده لو عايز تقول بسلا it has high quality بس ده كفاية عايز تقول it has low price بس او انه هو سعره قليل بس ده كفاية لكن عايز اجابة كاملة ممكن تقول it has low price and high quality انه هو سعره قليل جدا وجودته عالية جدا طب في الفريم اللي بعد كده بيقول لنا how will people order it how will people order it ازاي الناس هتعملوا order او هتطلبوا مننا هنقول مثلا they can call our phone number ممكن هما يتصلوا بالتليفون بتاعنا احنا هنعمل في الكميرشال بتاعنا رقم تليفون هما يقدروا يتصلوا به ويعملوا order او يطلبوا الproduct بتاعنا فانقول هنا they can call our phone number ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 53 او صفحة 53 ولسه بنكمل مع بعض الplanning او التخطيط بتاع الكميرشال بتاعنا او الاعلان التجاري بتاعنا وبيقول لنا هنا how كيف will you hook hook يعني يصطاد وسعد بتيجي hook بمعنى سنارة او خطاف ازاي انت هتقدر تصطاد your audience audience الجمهور بتاعك ازاي انت هتقدر تحصل على الجمهور بتاعك circle your strategy circle your strategy ضع دائرة حول الاستراتيجية بتاعك ومدينا هنا مجموعة حاجات بيقول لنا هنا we will use feelings we will use feelings احنا هنستخدم feelings اللي هي المشاعر هنقول مثلا هو مدينا هنا مجموعة اختيارات بيقول happy هنستخدم الاحساس بتاع السعادة ولا سعد الاحساس بتاع الحزن ولا angry الاحساس بتاع الغضب ولا scared الاحساس بتاع الخوف هنستخدم اني احساسي اصحابي ايه هي الاستراتيجية بتاعتنا اللي هنستخدمها في الكميرشيل بتاعنا انا شايف ان احنا ممكن نستخدم الاحساس بتاع الحزن وهنقول هنا we will use feelings happy اللي هو الاحساس بالسعادة لان الناس هتبقى سعيدة وهي بتنظف الخضروات بتاعتها وبتاع كلها وهي نظيفة ويبقوا more healthy او بصحة افضل بيقول لنا هنا we will use an expert احنا هنستخدم expert يعني خبير ويقول لنا هنا هو هو مين ال expert اللي انتو هتستخدموه او اللي هتستعينو بيه في عمل الكميرشيل بتاعكم فممكن هنا تكتبوا اي اسم المهم من ده هيكون ال expert او الخبير اللي يساعدكم ان انتو تعملوا الاعلان بالfeeling ده او بالاحساس ده اللي هو ايه feeling happy فمسلا هنا ممكن تكتبوا مستر حسام ممكن تكتبوا اي اسم تاني ويقول هنا we will use free gifts احنا هنستخدم free يعني مجاني و gifts gifts هدايا مجانية what what ما او ماذا احنا ممكن نوزع بعض free gifts او الهدايا المجانية لبعض الناس فنكتب هنا مثلا we will send audience free gifts ونكتب هنا بين كوسين small small brushes small brushes او فرش صغيرة هنبعت لهم بساق بعض الفرش الصغيرة علشان يشتروا الفرشة كبيرة بتاعتنا ويعرفوا ان هي جودتها عالية فاحنا هنرسل لل audience بتاعتنا او الجمهور بتاعنا small brushes as free gifts او بعض الفرش الصغيرة كهدايا مجانية وبيقول لنا هنا is there a phone number or website هل هناك phone number رقم telephone or website او موقع على الانترنت if so لو فيه يعني what is it what is it ما هو فممكن هنا نكتب مثلا zero one two three four five light منكمل رقم phone number وبكده نكون كتبنا ال contact بتاعنا او الاداة بتاعت الاتصال بتاعتنا واخر حاجة بيقول لنا هنا will you add هل سوف تضيف a tone a tone a tone يعني نغمة or jingle or jingle or running to make it memorable memorable يعني قابل للتذكر الناس تفتكروا بسهولة هتحط يا ترى نغمة معينة او رنين معين في الكميرشال بتاعك او في الاعلام بتاعك علشان الناس تفتكروا بسهولة to make it memorable يعني عشان تخليه سهل التذكر yes ولا نو هنكتب طبعا yes هنعمل tone خاصة بينا في الكميرشال بتاعنا علشان الناس تفتكروا بسهولة وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 54 او صفحة 54 وعنونها my favorite commercial my favorite يعني المفضل بالنسبة لي commercial الاعلان المفضل بالنسبة لي اعلاني المفضل my favorite commercial وبيقول لنا هنا complete اكمل the statements the statements العبارات about عن الخاصة بي your favorite commercial اعلانك المفضل your favorite commercial يعني اعلانك المفضل فانا بيقول لنا tool اداء or device or device او جهاز being sold بيتباع هل يترى favorite commercial بتاعك خاص بي tool اداء ولا device جهاز being sold يعني بيتباع فيه انا مثلا ممكن اقول ان favorite commercial بتاعي خاص بdevice هكتب هنا device device او جهاز لان انا مثلا بحب اعلانات الخاصة بالتابلت او بالموبايل او بالكمبيوتر فانكتب هنا device حد تاني ممكن يكتب tool لهو حابب مثلا اعلان خاص باداية معينة وبيقول لنا هنا this is my favorite commercial because because ليه هذا هو اعلاني المفضل because لان they offer they offer a free gift they offer a free gift ان هما بيعرضوا بعض الهدايا المجانية because they offer a free gift او ان هما بيعرضوا بعض الهدايا المجانية وبيقول لنا هنا circle بعد ارة حول all that apply all that apply كل الحاجات الموجودة في favorite commercial بتاعك او في الاعلان التجاري المفضل بالنسبة لك فبيقول لنا هنا i would buy this tool or device انا ممكن اشتري التول دي او الدفايس دي الموجودة في الكميرشال هل يطرق ده متوفر في favorite commercial او الاعلان التجاري المفضل بالنسبة لك ولا لا لو ده متوفر فيه هنعمل حوالي circle بيقول هنا كمان this commercial هذا الاعلان التجاري used an expert استخدمه فيه خبير ولا offered a free gift ولا هما بيعرضوا هدايا مجانية لو هما عندهم expert او خبير خاص بالاعلانات هتعمل حواليها circle ولو هما بيعرضوا free gift او هدايا مجانية هتعمل حواليها هيا دي كمان circle بيقول لنا هنا كمان i know انا اعرف انا اعلم how to order كيف اطلب this tool or device ان انا ازاي اطلب التول دي او الدفايس دي ازاي اتصل بهم وتواصل معهم واطلب التول او الدفايس الفي الكميرشل ده او في الاعلان التجاري ده لو انت عارف ازاي تقدر تعمل order او تطلب التول الموجودة في الفيفوريت كميرشل او في الاعلان التجاري المفضل بالنسبة لك اعمل هنا circle this commercial هذا الاعلان التجاري had a catchy tune or jingle catchy يعني جذاب يعني attractive بيجذب انتباهك ده اسمه catchy catchy يحصل على انتباهك بسهولة وبياخد انتباهك هل يترى الفيفوريت كميرشل بتاعك او اعلانك التجاري المفضل ده فيه catchy tone او نغمة جذابة كده بتجذب الانتباه ولا لا لو فيه catchy tone or jingle اعمل حواليها circle بيقول بعد كده the group المجموعة او الناس الخاصة بالاعلان ده used استخدموا extra props extra props ادوات خاصة بالعرض or posters او صور وملصقات هم استخدموا ملصقات اكتر وادوات خاصة بالعرض اكتر اكتر شايف الملصقات بتاعتهم موجودة مثلا في الشوارع وال props بتاعتهم في الاعلان او الادوات اللي بيوضحوا بيها الاعلان بتاعهم موجودة بشكل كبير تقدر تعمل حوالين ال statement d او العبارة d circle بيقول لنا هنا كمان it was easy انه كان عمينا السهل to understand and افهم the group as they spoke the group المجموعة as they spoke وهم بيتكلموا انا فهمت الاعلان ده بسهولة وعرفت هم بيقولوا ايه لو انت شايف ان الجزء ده موجود في ال favorite commercial بتاعك او في الاعلان التجاري اللي انت بتفضله اعمل حوالين ال statement d circle وبيقول هنا this commercial this commercial made me كده نكون انهينا ال page ونتنال لاخر page ده خليكم معي ونوصل الى اخر page في chapter 2 وهي page 55 او صفحة 55 وعنوانها myself assessment myself assessment تقييمي تقييم نفسي وطبعا احنا اتفقنا ان كل chapter بيبقى فيه في الاخر self assessment او تقييم نفسي لانه هو طبعا في المنهج الجميل بتاع discover بيعلمنا نعمل حاجة اسمها working together او ان احنا نعمل معا working in a group ان احنا نشتغل فيه شكل مجموعة ونبقى فيه بيننا وبين بعض cooperation او تعاون فهنا بيقول لنا myself assessment او تقييمي النفسي وبيقول لنا هنا read اقرأ each statement كل عبارة for each row لكل صف من الصفوف color لون the stars النجوم in the box في السندو that describes اللي بتصف your effort your effort مجهودك فانت هتلون عدد النجوم اللي بيعبر عن الحالة اللي انت وصلت لها مع ال group بتاعك او المجموعة بتاعتك وانتو هنا بتعملوا ال commercial بتاعكو او اعلانكو التجاري فهنا بيقول لنا اول حاجة academic content academic content محتوى اكاديمي ازاي يا ترى ال commercial بتاعكم كان professional او كان احترافي كان ليه شكل اكاديمي ينفع فعلا يتعرض في التلفزيون او يتعرض على audience حقيين ده اسمه academic content او المحتوى الاكاديمي فبيقول لنا هنا في اول اختيار I used انا استخدمت the engineering design engineering design التصميم الهندسي process عملية التصميم الهندسي with help with help مع المساعدة يبقى انا قدرت اصمم تصميم هندسي وقدرت اعمل عملية التصميم الهندسي with help بالمساعدة تاني اختيار بيقول لك I used انا استخدمت the engineering design process عملية التصميم الهندسي to plan للتخطيط and create a tool وكمان قدرت انشئ tool او اداة لو انت قدرت تعمل ده لازم تعمل هنا coloring التصميم الهندسي اما الاختيار التالي بيقول لنا I used انا استخدمت the engineering design the engineering design process أو عملية التصميم الهندسي to plan لاخطط and create وانشئ a tool اداة I can describe انا استطيع ان اصف each stage each stage كل مرحلة of the process of the process اللي مريد بيها في عملية التصميم الهندسي أو the engineering design process زي ما قلنا فلو انت الشخص ده لازم تعمل coloring أو تلوين ل3 stores ودي افضل حاجة ممكن تعملها مع الجروب بتاعك تاني حاجة بيسألنا عنها quality quality او الجودة of performance quality of performance جودة الاداء quality of performance يعني جودة الاداء وطبعا هنا بيقول لنا اول اختيار I had انا كان لدي some troubles بعض المتاعب describing my plan ان انا اوصف الخطة بتاعتي clearly بوضوح يبا I had some troubles كان لدي بعض المتاعب describing my plan clearly ان انا اوصف الخطة بتاعتي بوضوح لو انت الشخص ده اعمل color one star وبيقول لنا في الاختيار التاني I used انا استخدمت words الكلمات and or 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 i or or الصور to clearly describe ليه الوصف بوضوح my plan خطتي in detail in detail بكل تفاصيلها لو انت الشخص ده لازم تعمل coloring أو تلوين ل3 stars أو 3 نجوم زي ما احنا شايفين قدامنا واخر حاجة بيسألنا عنها life skills life skills أو مهارات الحياة فأول اختيار بيقوله لنا I had كان لدي some troubles بعض المتاعب بعض المعوقات working with my group ان انا اعمل مع الجروب بتاعي working with my group or completing my task أو ان انا اكمل المهمة بتاعتي لو انت كان عندك بعض المتاعب أو some troubles ان انت تشتغل مع الجروب بتاعك أو ان انت تعمل complete وتكمل التاسك بتاعتك المهمة بتاعتك لون one star أو اعمل color لستار واحدة الاختيار التاني بيقولك I worked انا عملت will جيدا with my group مع المجموعة بتاعتي and completed واكملت my task وكملت كمان التاسك بتاعتي أو المهمة بتاعتي لو انت شخص ده اعمل coloring لtwo stars أو لنجمتين واخر اختيار بيقوله لنا I was a leader انا كنت قائد leader يعني قائد in my group في المجموعة بتاعتي helping بساعد others الاخرين work together ان احنا نعمل معا ان احنا نعمل معا and complete واكمل their tasks their tasks مهامهم فانا كنت بساعدهم وكنت leader معاهم او قائد معاهم ان هم يكملوا their tasks او المهام الخاصة بيهم لو انت الشخص ده اعمل coloring او لون three stars او ثلاث نجوم زي ما احنا شايفين قدامنا وبكده نكون انهينا البيتش دي وانهينا معاها chapter two او الفصل التاني taking care of me اغذي العناية مني وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاقي الف واحد استفادوا او الف like تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وبتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته